مساء الجمال عايزين بقى النهاردة نتكلم بعد احتفالات ليفربول ومحبي ومشجع ليفربول في الوطن العربي وفي العالم كله بفوز ليفربول بعد 30 سنة بطولة الدوري الانجليزي هنتكلم عالاسباب شيء جميل جدا نتكلم بقى عالفنيات مفيش حاجة او مفيش بطل بيتعمل بسهولة او مفيش بطولة بتتخذ الا بجهد وشأة وتعب وتجهيز واعداد وتصحيح اخطاء لان السنة اللي فاتت الموسم اللي قابلي لمانشستر سيتي خد البطولة كان ليفربول هو برضو الاول ومتقدم وجيه في الدوري التاني خسر بنط كتير ومانشستر سيتي عداه عايزين نتكلم على تصحيح الاخطاء صلح فاندايك جيه من الدوري التاني في الموسم اللي فات واليسون الحارس المرمى دول فرقوا كتير جدا مع دفاع ليفربول وفرقوا كتير جدا مع الفريق اقل فرقة داخل فيها اهداف في الموسم هنتكلم على اطراف الملعب ارنولد روبيتسون اقوى واسرع باكنترف مش لازم السرعة هنا السرعة اللي هو سبق ما بين واحد وواحد لا انا ما مقصدش السرعة دي انا بقى بقصد سرعة القطع الكورة سرعة الاندفاع الضغط سرعة نقل الكورة لما بيقطع الكورة بيتصرف فيها بسرعة وده بيساعدهم يعني اللي خلاهم يعملوها بسهولة وبيعملوها برشاقة ارنولد وروبيتسون ان ارنولد قدامه صلاح من اسرع اللعبة في العالم برضو في اتخاذ القرار وفي سرعة ترد الفعل وروبيتسون قدامه مانيه برضو من افضل لعبة في العالم فكله بيكمل بعضه وكله بيساعد بعضه واذا كان ارنولد عنده ميزة السرعة والاداء السريع فبيكملو الاداء السريعي ده محمد صلاح وروبيتسون من ناحية التانية برضو بيكملو الاداء السريع ده مانيه في تناغم ما بين الخطوط سولاسي وسط الملعب فبينو فبينو بيلعب في القلب وفلاندوم بيلعب على طول من ناحية الشمال وهندرسون بيلعب من ناحية اليمين فلاندوم متفاهم جدا البشرة الصمرة مع مانيه بيشغل مع مانيه كويس وبالحتة دي بيسجل لجوان كتير ناحية التانية هيدرسون واضح ان حتى فيك اللقاء لمحمد صلاح في بينسبورت من كزا يوم بيهنوه على البطولة وكده فبيكلمهم على هيدرسون كابتل الفريق بيقول قد ايه الراجل ده محترم والناس كلها بتحبه في الفريق وهو داعم معناوي للفريق لما موجود بيكون موجود في الملعب احنا معناوين بنبقى مبسوطين فشوف قد ايه لاعب ممكن يكون مهارته مش عالية لكن قد ايه بيخلي اللعيبة زميله عندها روح المكسب وبيفرق مع اللعيبة لما صلاح يتكلم عليه يختاره هو من ضمن اكتر من عشر لاعب بيختاره هو ويقول هيدرسون بيسيطر على اللعيبة واللعيبة بتحبه وقائد للعيبة فده شيء جميل جدا ووجود سلاسي وسط ملعب فبينه الديفندر اول ما جيه خالص من ثلاث سنين تقريبا لقيته ريت مباطيق كده قلت ايه ده لما تبعته كذا مباراة من اهم اللعيبة فترة اللي تصف فيها اثر كتير على ليفربول لعيب كويس جدا 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 بيعمل دوره اللعب الوحيد اللي في ليفربول بيبص الكورة ما بيكونش عايزها تاني يعني فالاندون بيلعب الكورة وعايزها تاني منيع بيلعب الكورة وعايزها تاني صلاح بيلعب الكورة وعايزها تاني لا فبينه بيعمل الاسست لصلاح عشان صلاح يجيب جون بيعمل الاسست المنيع عشان منيع يجيب جون فالتنوع تنوع اللعيبة اللي متواجدة في ليفربول في وسط الملعب وطبعا هم من أفضل سلاسي وسط ملعب وبيساعدهم على كده باكين الطرف اللي وراهم روبيتسون وأرنولد يعني خمس لعيبة أنا باعتبر روبيتسون وأرنولد هو خماسي وسط ملعب يعني روبيتسون ناحية الشمال وأرنولد ناحية اليمين وتلاتة نص الملعب فابينو وهندرسون والخمسة دول هم بيضغطوا بيعملوا كماشة على أي فريق عشان كده كل الفرق اللي لعبت ليفربول ما قدرتش تسيطر على الملعب قد ما ليفربول قدرت تسيطر عليها وليفربول بقتت بتلعب في نص الملعب بتاع الخصم علشان الخمسة دول كانوا بيعملوا الكماشة والضغط السريع عنده فقطان الكرة ولسه مبارح أو أول مبارح ماتش اللي كان بيلعب ليفربول الهدف الأولى اللي تلاحظوا القرى فقدوها ليفربول ضغط فابينو وضغط كيتا على وليان نجم تشيلسي قطعوها كيتا راح جري خطوتين سجل هدف يعني بيسجلوا هدف من الققمش استحواز بس يعني بياخدوا القرى ويسجلوا بها جون في نفس الوقت دي من مميزات فرقة ليفربول من مميزات كمان ليفربول ان هما عندهم حلول في الهجوم ممكن ما يكونش موفقين لكن محمد صراح بسرعته ومهارته على الجون يسجل ممكن ما يكونش موفقين مانيه يخطف واحدة بسبرنت ويسجل فرمينيو ممكن تديره قرى في رجل ويصنع هدف يعمل اسست رائع لمانيه او صلاح فعندهم تنوع في الهجوم برغم ان يغايب عنهم صانع اللعب البليميكر اللي زي ميسي واللي زي كونتينيو واللي زي اللعيبة اللي هي صناعة لعب ما عندهمش صناعة بس انا من رأيي لو في فرقة ليفربول في ثلاثة في نص الملعب لو تواجد واحد صانع لعب هيفقدوا الحتة بتحت الضغط دي لكن هنا التلاتة بتوعبسط الملعب فابينو وهندرسون وفولاندوم لما بيضغطوا التلاتة هما بيساعدوا بعض على القطع الكورة لو فيهم واحد صانع لعب احنا طبعا كلنا عارفين دايما المهاري واللي عنده صناعة اللعب شوية دفاعيا ما بيدفعش فليفربول ما كانش هيبقى عنده الميزة دي لكن الميزة الكبيرة قوي دي واحسن اندية العالم حاليا في الضغط على الخصم وان يجيبه الكورة بسرعة هو ليفربول عشان ما فيش لاعب وس الملعب معلم ما بيدفعش انه كله بيدافع فبيعمل ضغط على الفرقة التانية الفرقة التانية بتتخنق بتتقطع منها الكورة تواجد سلاسي الهجوم بشكل ايجابي قوي يعني اللي انا لسه قيله دلوقتي لو صلاح مش موفق ممكن فرمينه يعمل له واحدة سهل يجيبها جون صلاح ما نيه لو مش موفق ممكن صلاح يجري يعمل له بالعرض ما نيه يسجل لو هما مش موفقين ممكن في فلندوم يطلع يجيب هدف ارنورد من الكورة سابتة ممكن يسجل روبتسون البكشمال يعدم الطرف ويعمل بعرض عندهم تنوع هجومي غير طبيعي فرقة كويسة جدا جدا بتحط الفرقة اللي قدامها تحت ضغط غير طبيعي عشان كده قعدوا موسم كامل ما يتغلبوش الا في الاخر لما خدوا البطولة وريحوا تماما ابتدى نشوف انه ممكن يتغلبوا وكده لكن فريق عظيم ليفربول والف ألف مبروك لأبو مكة صلاح اللي بيساعدنا على طول وان شاء الله اشتركوا في القناة وعشان نبقى مع بعض بقى على طول على طول هنحلل الدور الاسباني وعلى طول هنحلل الدور الانجليز ان شاء الله بطولات أوروبا للأندية وبطولة أوروبا الكبيرة للبلاد وان شاء الله الدوري المصري طبعا بإذن الله كلنا منتظرينه اشتركوا في القناة وفعل الجرس وعمل لايك للفيديو شكرا